بيبدأ الفيلم مع لوسي اللي كانت وقفة مع صاحبها ريتشارد وريتشارد بيطلم منها تخش الفندق وتدي الشنطة دي لواحد اسمه ميستر جانج وريتشارد مش بيقول لها اين لجوه الشنطة ولوسي بترفض لانها كانت صهرانة لحد دلوقتي وعاوزة تراوح تنام بس ريتشارد مش بيردى يسيبها تمشي ولوسي بتقول له انا مالي ما تخش انت وتديه الشنطة فريتشارد بيقول لها انا عندي مشاكل مع ميستر جانج كل اللي عليك انك بس تخش الفندق وتقول الموظف الاستقبال انا عاوزة اقابل ميستر جانج وتدي له الشنطة وتمشي شفتي سهلة ازاي بس لوسي ما كانتش واسكة فيه لدرجة ان ريتشارد قال لها هديكي 500 دولار بس هي برضو بترفض وده بيخليها تشكة اكتر ان في حاجة وبتطلب منه يفتح الشنطة فهو بيقول لها رقم السر بتاع الشنطة ميستر جانج الوحيد اللي يعرفه والشنطة مفيهاش غير شوية اوراق بس لوسي بتقوله انا مليش دعوة وكانت ماشية بس ريتشارد علشان يحطها قدام الامر الواقع رح مكلبش الشنطة في ايديها ولوسي تعصبت وطلبت منه مفتاح الكلب شات وريتشارد بيقول لها ميستر جانج الوحيد اللي مع المفتاح انا اسف بس انتي دلوقتي معنديكيش خيار خشي لموظف الاستقبال واقولي له انك عاوزة تقابلي ميستر جانج ولوسي بتشتمه وبتضطر تخش الفندق وبتقول لموظف الاستقبال انها عاوزة تقابل ميستر جانج وريتشارد واقف برا وبيقول لها الموضوع سهله ورجالة ميستر جانج نزلين علشان ياخدوا لوسي ولكن فجأة ريتشارد بيتدرب بالنار وبيموت واللي قتلوا كان عصابة ميستر جانج ورجالة جانج قبضوا على لوسي وخدوها معهم لفوق ولوسي بتشوف جسس ناس على الارض وبتترعب ومش فهم في ايه وبعدها بيجي ميستر جانج ويده ملطخة بالدم وبنعرف ان جانج يبقى تاجر مخدرات ولوسي بتخاف منه وبتقول له انا بس جاي اسلمك الشنطة دي وامشي وبتترجم اقتلهاش بس جانج ما كانش فهمها لانه بيتكلم صيني وبيتصل بمترجم وبيفتح الاسبيكر علشان يترجم كلامها لجانج ولوسي بتقول للمترجم يعرف جانج انها مالهاش علاقة باي حاجة انا هسلمه الشنطة وامشي فجانج قال لها انه قتل ريتشارد لانه مش بيقصق فيه وخانه وبيسألها ايه اللي موجود جوا الشنطة ولوسي بتقول له والله معرف فجانج بيكتب للوسي الرقم السري بتاع الشنطة وبعدها بيقوم يحمي نفسه لانه مفكر ان الشنطة جواها قمبلة ولا انه مش بيقصق في ريتشارد وكمان رجالة جانج بياخدوا احتياطاتهم وبيرفع السلحة للوسي علشان تفتح الشنطة ولوسي بتبقى في كمة الخوف وفي الاخر بتفتحها وبيطلع انه جواها كياس مخدرات لونها ازرق فميستر جانج بيرجع لها تاني ورجالته بيجيبه واحد مدمن وبيخله اشرب المخدرات دي والراجل بيحصل له شوية تشنجات وكأنه بيطلع في الروح وبعدها بيعد يضحك بهستيريا وجانج بيطلع سلاحه وبيقتله وبيعرض على لوسي شغلانة معينة تعملها له بس لوسي بترفض وكل اللي عايزة انها تمشي فالراجل بتاع جانج ضربها وافقدها الوعي وبعدها بنروح لمحاضرة للدكتور نورمان وبيتكلم نورمان عن عقل الانسان وقدراته وبيقول ان الحيوانات بيستخدموا بس 5% من قدرات عقلهم اما الانسان فبيستخدم بس 10% من قدرات عقله وبالرغم انها نسبة قليلة لكن الانسان قدر يخترع حاجات كتيرة ويطور من الحضارة زي انه اخترع الموبايل والطيارات والدبابات والاسلحة وحاجات تانية كتير فما بالك لو الانسان استخدم نسبة اعلى من قدرات عقله والحيوان الوحيد اللي بيستخدم عقله من نسبة اعلى من البشر هو الدولفن لان الدولفن بيستخدم 20% من قدرات عقله وبعدها بنرجع للوسي اللي بتقوم وبتحس بقلم شديد في بطنها وبتلاقي دم وبتعرف انهم فتحوا بطنها ورجالة جانج بياخدوها وبيودوها لعندة جانج ولوسي بتسأله انت عملت ايه في بطني وبيظهر الدكتور اللي عمل لها العملية وبيقولها ما تلاقيش احنا ماخدناش منك اي اعضاء احنا بس حطنا كيس من المخدرات الزرقى جوابطنك علشان مستر جانج عايزك تهرب المخدرات دي والمخدرات دي بيطلقوا عليها اسم CBH4 والعصابة بتجيب 3 رجالة مضمنين حطوا جوابطنهم اكياس مخدرات زي لوسي وبيدولهم كلهم جوازات سفر علشان يسفروا وينفزوا عملية التهريب وبعدين بيخبوا وشهم وبتفوق لوسي وبتلاقي ان العصابة حبسانها وبنشوف شخص بيقرب من لوسي وبيحاول يتحرش بيها بس لوسي بتزقه ييده بكوة وبتعور بالغلط ففرض العصابة بيتعصب وبيضرب لوسي وبيشاطها في بطنها كزا مرة مكان الفتحة لحد ما واحد خده وتلعبي برا وبسبب اللي حصل كيس المخدرات اللي في بطن لوسي بيتفتح والمخدرات الزرقى بتبدأ تنتشر في جسم لوسي وعينها بتنور ازرق ولوسي بتبدأ تحس بتشنجات رهيبة وبتردد الجاذبية وبتفضل طايرة في الهواء والسلاسل شديها وبعدها بتغبط دمخها في الحيطة وبتكتسب لوسي قدرات خارقة وبتبقى لوسي كده بتستخدم 20% من قدراتها العقلية وبنرجع لدكتور نورمان وبيقول للناس تعالوا اقولكوا ايه اللي هيحصل لو حد قدر يستخدم 20% من عقله ساعاتها هيقدر يتحكم في جسمه وفي الخلايا اللي عنده بشكل كبير ولو حد يستخدم 40% فممكن يتحكم في الناس اللي حواليه وفي حد من الحضور بيسأل دكتور نورمان وبيقول له ايه اللي هيحصل لو حد قدر يستخدم مية في المية من قدرة عقله فدكتور نورمان بيسرح في السؤال وبيقول له ما عنديش اي فكرة علشان عمرها ما حصلت قبل كده وبعدها بتفوق لوسي وبتقعد على الكورسي بكل هدوء وبيخش واحد تاني من العصابة وبيقفل الباب ولوسي بتفتح له رجليها علشان تغريه واول ما قرب منها راحت لوسي مسكية وقلبها على الارض بكوة واخدت منه المسدس وقتلته وحرارت نفسها وطلعت للعصابة وقتلتهم كلهم في سواني وقعدت وكلت كل الاكل بتاعهم وبالرغم ان في حد فيهم ضرب نار على لوسي بس هي مش بتحس بحاجة وبتشيله رصاصة وبتاخد كذا سلاح في شنطتها وبتمشي وخرجت لتنين سوائين وقتلت واحد فيهم وقالت لتنين والديني للمستشفى حالا والسواق بيخاف منها وبيركبها ولوسي وهي في السكة بتكتشف ان الحواسي اللي عندها بقت قوية جدا وبقت قادرة تسمع كل شخص بوضوح في الشارع بالرغم انه بعيد عنها وبتوصل للمستشفى وبتلاقي نفسها قادرة تفهم اللغة الصينية مع انها مش بتتكلم صيني اصلا وبتخش لقودة العمليات وكان فيه داكاترا بيعملوا عملية المريد ولوسي بتبص على الاشعة بتاعته وبتكتشف انها كمان قادرة تفهم الاشعة كويس جدا وبتفهم المريد عنده ايه وبعدها بتقتل المريد وبتقعد هي على سرير العمليات وبتقول لي داكاترا المريد دا الورب اللي في مخه انتشر جدا وكده كده كان هيموت وبترفع عليهم السلاح وبتعمرهم يخرجوا الكيس اللي في بطنها وبتقول للدكتور انا مش هحتاج لمخدر اعمل لي العملية وانا صحي عادي والدكتور بينفس كلامها بالحرف ولوسي بتاخد منه تليفون وبتتسل بمامتها وبتقول لي مامتها انا بقيت حاسة بكل حاجة حوالي بشكل فضيع وحاسة حتى بدوران كوكب الارض وبالدم اللي ماشي في جسمي وكمان فاكرة كل ذكرياتي من لما كنت صغيرة وفاكرة كل حاجة لما كان عدي سنة واحدة ومامتها مصدومة من اللي هي بتقوله وبتقول لها مستحيل حد طبيعي يفتكر ذكرياته لما كان عنده سنة واحدة ولوسي بتقول لها انها بتحبها قبل متافل المكالمة وبعدها الداكاترا بيخرجوا كيس المخدرات من جسم لوسي ولوسي بتقول للدكتور ده مخدر اسمه CBH4 وبتسأل الدكتور انت تعرف ايه عن المخدر ده فالدكتور بيقول لها ان مادة CBH4 دي السيت الحامل بتنتجه كميات صغيرة في اول شهر للجنين اللي في بطنها علشان المادة دي بتقول جنين جدا وبتساعده في تكوين العظم وانا سمعت انهم بيحاولوا يصنعوا مادة CBH4 بس ما كنتش اتوقع انهم هينجحوا وانا مستغرب ازاي اللي في بطنك ده كان CBH4 وانت لسه عايشة ولوسي بعد ما عارفت المعلومات دي بتقرر تنتقم من مستر جانج وبتروح على الفندوق اللي هو قاعد فيه وبتقتل رجالته وبتخش على جانج وبتماشي البيت اللي كانت بتعمله تتوه وجانج ما كانش داري باي حاجة وحاطت السماعات ولوسي بتطلع سكنتين وبتطعنه في ايده ولوسي باستخدام قوتها الجديدة بتحط يديها على دماغ جانج وبتعرى افكاره وبتشوف ذكرياته وبتقدر تعرف اماكن التلات اشخاص التانيين اللي تزرع في بطنهم المخدرات وقدرت تعرف كل واحد فيه مرايح لانهي بلد من الباسبور بتاعه وبعدها بتسيبه يتقلم وبتمشي وبتروح هي البيت واحدة صاحبتها اسمها كارولين وبتستخدم الكمبيوتر بتاع كارولين وبنشوف لوسي وهي بتقرأ كل ابحاث ومحاضرات دكتور نورمان بسرعة جدا وبتجيب رقم دكتور نورمان وبتتصل به ولوسي بتقوله انها قارد كل ابحاث وكتبه ومحاضراته عن عقل الانسان وهو نورمان بيتفاجئ انها قارد كل ده لدرجة انه مكانش مصدقها فلوسي بتتحكم في التلفزيون اللي في بيت نورمان علشان يصدقها وبتظهر قدامه وبتكلمه صوت وصورة وكمان بتظهر له على اللابتوب وعلى الموبايل وكمان على الراديو ولوسي بتقوله انا الخلال في جسمي بتتكسر بصرع رهيبة وبتعرفه اللي حصل لها وانها خدت كمية كبيرة من مخدر CBH4 وبتقوله انا حاليا بستخدم 28% من قدرات عقلي والنسبة دي عمالة بتاعلى وبتقوله انا ما بقتش بحس بالجوع ولا بالقلم وفيه علم كبير ومعرفها بقيت فهمهم كويس جدا معيني ما كنتش اعرف اي حاجة عن العلم ده زي الرياضيات والطب والفيزياء والهندسة ومش عارفها المفروض اعمل ايه بالعلم ده ونورمان مصدوم من اللي هي بتقوله وبيقولها لما البني ادم بيكتسب علم بالقوة دي فالمفروض عليه ينقله لغيره ويفيد البشرية ولوسي بتقوله انا عاوز اقابلك في اسرع وقت وبتتفي معا انها يتقابله بعد 12 ساعة من دلوقتي وبعدها لوسي بتتبع ورقة فيها وصفات طبية وبتديها لصحبتها كارولين وبتقولها الكاليا والكبد عندك فيهم مشكلة ولازم تروح للدكتور وتمشي على الوصفة دي ولازم تلعبي الرياضة وتأكل كويس وغيري طبيعة حياتك علشان حالتك الصحية بتتحسن وبتسيبها وبتمشي وبعدها الاخبار بقت بتتكلم عن لوسي وانها قتلت مريض في المستشفى وبيعرضوا صورتها في الاخبار وبتقول للمزيعة ان الشرطة بتطردها فلوسي بعدها بتطرد غير من لون وتسريحة شعرها علشان محدش يكشفها وبتتصل بزابط فرنسي اسمه دير ريو وبتقول لدير ريو قومن على مكتبك واعد على الكرسي ويمسك القلم اللحمر اللي جنبك ويكتب كل كلمة هو الهلك ولوسي بتبلغ دير ريو عن كياس مخدرات بتتهرب ومزروع جوا بطن 3 اشخاص داخلين اوروبا وكل واحد فيهم في بطنه وكيلو من المخدرات وبتقول له المخدرات اللي في جسمهم دي خطيرة جدا وبتبعث له صور التلات مجرمين على الكمبيوتر عنده ودير ريو طبعا متفاجئ منها وبيكرر يسمع كلامها والشرطة تاني يوم بالفعل بتقدر تقبض على التلات مجرمين قبل ما يخشوا الاوروبا ولوسي بتركب طيارة ومسافرة لفرنسا وبتوعد على اتنين لابتوب وبتكتب عليهم بصرعة رهيبة وبتعمل ابحاث عن عقل الانسان هو الشخص اللي قاعد جنبها كان قاعد مسبهل وبتجي لها المضيفة وتطلب منها تقفل اللابتوب علشان ده خطر على الطيارة بس لوسي بتتجاهلها وبتقول لها تمسح مناخيرها اللي بتنزف وفعلا مناخير المضيفة بتنزف ولوسي بتطلب منها مشروب وبتمشي المضيفة وهي خايفة وبيجبوا لها المشروب اللي هي طلبته وبعدها لوسي بتقدر تتحكم فعلها بنسبة 40% ولما بتشرب المشروب بتلاقي درسها واقع في الكباية وبتقح وبتلاقي 3 دروس واقعوا منها وبتتصدم لوسي لما بتلاقي ان جلدها بيتبخر وبتقوم وبتجري على الحمام وهي مش فاهمة في ايه ولما المضيف بيقرب منها بتضربه ويديها كمان بدأت تتحلل وتختفي ووشها كمان بدأت يختفي وبتطلع كسر مخدرات وبتبلعه كله فساعتها جسمها بيرجع لحالته الطبيعية لكن فجأة بنشوف جسمها كله بيتبخر وبينفجر وبتوصل لوسي الـ 50% من قدراتها عليها وبتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى والزابط دريو بيكون قاعد في المستشفى ومستنيها تفوق والدكتورة بتخش عليها وبتروح تبلغ دريو ان لوسي فائت وبتخرج لوسي وبتلاقي حواليها زباط وده كثرة وكل الزباط بيرفعه على لوسي السلاح علشان يمنعوها من الهرب لكن لوسي بحركة من ايديها بتوقع كل الزباط على الارض مع عدد دريو وبتوقع كل الرصاصات من خزنة مسدس دريو ولوسي بتقرب منه وبتقول له انها عاوزك ياسر مخدرات اللي في بطن الثلاث رجالة وبتقول له انا عاوزك معايا وبيركبوا العربية سوا ولوسي بتقدر تسمع كل المكالمات اللي في الشارع وبتعرف ان العصابة بتاعت جانج رايحين للمكان اللي فيه تلات رجالة علشان ياخدوا منهم كياسر مخدرات فبتكرر هي اللي تسوق العربية وده لريو مش بيعرف يمنعها وبتسوق لوسي بتهور شديد في الشوارع ولوسي بتقول له انا اول مرة سوق عربية بينما التلات رجالة كانوا في المستشفى وهيتعمل لهم عملية علشان يخرجوا كياسر مخدرات من بطنهم وبيوصل للمستشفى واحد من المساعدين جانج اسمه جاهين مع رجالة مسلحة وبيخش وبيقتلوا الدكاترة وبيطلعوا كياس المخدرات من التلات رجالة وساعاتها بتوصل لوسي للمستشفى وبتلحق رجال العصابة قبل ما تهرب ولوسي بتطلب منهم ينزلوا اسلحتهم ويدولها الشنطة اللي فيها المخدرات بكل هدوء لكن جاهين بيرفض وبيقوم الرجالة ويقتلوها وهنا لوسي بتقدر تتحكم فعالها من نسبة 60% وبتخلق جدار وهمي قدام جاهين علشان تمنعه من الهرب وبترفع كل اسلحة العصابة للسقف فرجالة العصابة بيقربوا منها علشان يضربوها لكنها بتبعدهم عنها بمجرد ما بتحرك اديها وبتروح لجاهين اللي بتشل حركته وبتاخد منه شنطة المخدرات بكل سهولة وكانت واخدة بعدها ومشية بس ديلوريو كان خايف منها وقال لها ده مش هقدر اساعدك تاني بس لوسي بتبوسه وبتقول له لأ انت هتساعدني وديلوريو بيركم معها العربية وهو مرتبك وبيسألها هنروح فين تاني فلوسي بترد عليه من جي بي اس العربية وبتعرف الطريق وساعتها جانج بيشوفها وبتحرك وراها ولوسي وديلوريو بيروح يقابل دكتور نورمان وزميله دكاترا ودكتور نورمان بيبقى حكى لزميله عن لوسي وواحد من الدكاترا بيطلب منها تسبت لهم انها تقدر تتحكم فعالها فعلا فلوسي بتحط ايديه على كتفه وبتحكيله عن ذكرة قديمة ليه لما كان مع بنته ولوسي بتحس برجالة جانج وانه مصله المكان فبتقول لدريه ويطلع يتصرف معهم ولوسي بتبدأ تشرح للدكاترا استنتاجاتها والعلم اللي عندها لانها قدرت تتخطر قدرات العقلية للانسان وساعتها بيوصل جانج ورجالته للمكان ولوسي بتسلم لنورمان والدكاترا كياس المخدر والدكاترا بيحلله المخدر ده وبيحقنه في جسم لووسي زي ما هي طلبت وبره كانت فيه معركة شغالة ما بين الإعصابة والبوليس ولوسي بعد ما خدت كل الكياس بتقدر تتحكم فعالها بنسبة 70% وبيخرج من جسمها مادة صودة وبتتغز على الطاقة والأجهزة وبتتحد بكل جهاز كمبيوتر موجود وبعدها لووسي بتتحكم في 80% من علها وفجأة كل حاجة حوالين الدكاترا بتتحول للون البيض ولوسي بتصنع جهاز كمبيوتر عملاق وبتحط عليه كل أبحاثها والعلم اللي عندها وبعدها بتوصل لـ 90% وبره جهين المساعد بتاع جانج بيدرب الأوضة اللي فيها لووسي بصاروخ ولوسي بتقدر تسيب المكان أصلاً وبتنتقل لشارع في مدينة نيويورك وبتقدر تتحكم في الزمن وتوقفه وبتقدر ترجع بالزمن اللي وراء وبترجع للعصور القديمة والأي عصر هي عايزة لحد ما بترجع لبداية الحضارة وبتشوف قرد بيشرب من المياه وبتلمي الصبعة وبتر لووسي وبتشوف الأرض من فوق وبتشوف الفضاء والكواكب وبتبقى لووسي اكتسبت كوة جبارة وبتوصل لووسي لـ 99% وفي نفس الوقت جانج بيخش عليها الأوضة ورافع عليها السلاح وجسم لووسي كله بيبدأ يتحول للإسود وبتوصل لـ 100% من قدراتها عليها وبعدها بتختفت أماماً ومش بيتبقى غير لبسها وجانج بيتفاجئ ومش عارف هي راحت فين وبيعد يضرب على الكرسي اللي كانت قادة عليه وبيرفع السلاح على الدكاترة وبيقول لهم هي راحت فين ولكن بيوصل دلريو بيقتله والكمبيوتر اللي صنعته لووسي بيخرج منه فلاشة وبتبقى الفلاشة دي عليها كل العلم والمعرفة بتاع لووسي وكده لووسي ضحت بنفسها علشان العلم ده وعاوزة البشرية تستفاد بالعلم والمعرفة لأنها شايفة إن الجهل هو السبب الفوضى ودلريو بيسأل دكتور نورمان عن مكان لووسي فلوسي بتبعت للدريو على موبايله وبتقول له أنا في كل مكان وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة وما تنسوش تعملولنا لايك وتشتركوا في القناة وبي باي